فلوو باي ماليسيا وذريعة مبتكرة للتدخل في شؤون دول بعينها بما يخدم المصالح الأنانية الضيقة للدول المتدخلة وهو الأمر الذي أفقد هذه الفكرة الخلاقة كما الكثير غيرها من الأفكار والمبادرات جاذبيتها ومصداقيتها لا بل وإنسانيتها وأخلاقيتها ويؤكد وفد بلادي على النقاط التالية أولا إن المسؤولية الأساسية عن الحماية من الجرائم الجسيمة هي من اختصاص الدولة المعنية ثانيا إن الغاية من المسؤولية عن الحماية هي تعزيز السيادة الوطنية وليس تقويضها وإن فكرة الحماية لم يتم طرحها لتسمح لأي طرف دولي بفرض مطالب وحلول على الدول الأعضاء وتغيير أنظمة الحكم فيها عبر الغزو العسكري والاحتلال ودعم المجموعات الإرهابية المسلحة وإعادة تسبيتها بالعناصر المسلحة من غير الدول ثالثا من غير المقبول تسييس القضايا المتعلقة بحماية المدنيين والتعامل معها بشكل استنسابي أو استغلال معاناة المدنيين لتبرير انتهاك السيادة وإسباغ الشرعية على أفعال تناقض ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها السيد الميسر إذا نظرنا إلى تطبيق المسؤولية عن الحماية خلال السنوات العشر الماضية لوجدنا انتقائية وتسييسا فاضحين وتجاهلا ممنهجا للجرائم الجسيمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الأمريكي البريطاني في العراق وسلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان السوري وكذلك الجرائم التي ارتكبتها القوات الأجنبية لدى تدخلها في ليبيا بذريعة حماية المدنيين وجرائم النظام السعودي بحق المدنيين اليمنيين وقد أبرزت هذه الممارسات خروجا بالمسؤولية عن الحماية عن الهدف المرتجى منها واستغلالها كمبرر للتدخل ولممارسة القتل الإنساني وتقويد الحكومات وتغيير الأنظمة وتحويل دول أعضاء في المنظمة الدولية إلى دول فاشلة وبؤر لتصدير الأرهاب كما هو الحال في ليبيا الآن وأرحب بإقرار الأمين العام ولو كان متأخرا في تقريره بالمخاوف التي أثارها سوء تطبيق هذه الفكرة في ليبيا أما فيما يتعلق بالوضع في بلادي سوريا فلتزال تقارير الأمين العام تغفل التطرق إلى المساعدة البالغة الأهمية التي قدمتها وتقدمها حكومات دول أعضاء تعرفونها جميعا للحكومة الشرعية السورية من خلال إرسال هذه الدول لعشرات آلاف المقاتلين الأرهابيين الأجانب من أكثر من مئة دولة إلى سوريا ليرتكبوا بحق أبنائها أبشع الجرائم وأكثرها وحشية وليعملوا على تقويض مؤسسات الدولة السورية ومرافقها وبالتأكيد فإن هذه ليست هي المساعدة التي توقعها قادة ورؤساء الحكومات في قمة عام 2005 كما تغفل تقارير الأمين العام عرقلة بعض الحكومات للحل السياسي السلمي للأزمة السورية وعملها على إطالة أمد الأزمة وتأجيج أوارها بما يزيد من معاناة السوريين ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم ختاماً السيد الرئيس ها هم أبناء بلدي يدفعون ثمن السياسات الخاطئة لما يسمى بالمجتمع الدولي ويقعون فريسة للإرهاب ولعصابات التهريب والإتجار بالبشر ويغامرون بأرواحهم في قوارب الموت للفرار من وحشية التنظيمات الإرهابية المشغلة والمدعومة دولياً وللبحث عن لقمة العيش بعد أن سدت التدابير القصرية الأحادية الجانب التي تفردها بعض الدول الأعضاء على بلاد سبل العيش والرزق أمامهم وتوصد الكثير من الدول التي تتشدق بالمسؤولية عن الحماية وحقوق الإنسان أبوابها أمامهم لا بل تتوانى عن إنقاذهم من الغرق ليلقوا مصيرهم المؤلم في المتوسط وهذا يدفعنا للتأكيد مجدداً بأن المشاكل التي تعترض عمل الأمم المتحدة لا تتعلق بالمفاهيم ولا بنقص الآليات وإنما بالتسييس والانتقائية وازدواجية المعايير التي أصبحت الطابع الغالب على عمل هذه المنظمة شكرا نسيدا رئيس شكرا للمشاهدة